اهلا بكم من جديد امر حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حافظه الله ورعاه بمنح السمو الشيخ ثاجبة بنت صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد الخليفة وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الاولى وقد انابى حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله بتسليم السمو الشيخ ثاجبة بن سلمان بن حمد الخليفة الوسامة في حفل خاص وقيم بهذه المناسبة صباح اليوم بقصر الروضة وقد القت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة كلمة بهذه المناسبة رحبت فيها بالحضور في حفل تكريم سمو الشيخ ثاجبة بن سيشيخ سلمان الخليفة احدى رائدات العمل الاجتماعي والخيري في مملكة البحرين التي حفلت مسيرة عملها بعطاء لا محدود ومساهمات سخية ونوعية تنوعت بين مواصلة نهج الاجداد والاباء في رعاية واحتضان عمل الخير والوقوف على احتياجات من اتعبته ظروف الحياة وبين جهود حثيثة تمثلت في رفض مجالات العمل الاجتماعي والدبلوماسي والاقتصادي بالاشراف لينعكس ايجابا على اداء العديد من المؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني التي تتوجه لها السموها بالدعم والعون واضفت سموها انه من دواعي سروري واعتزازي ان اقوم نيابة عن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة اهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنح سمو الشيخ ثاجبة بن سلمان الخليفة وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الاولى حيث يأتي هذا التكريم الملكي السامي حاملا ارفع درجات التقدير والامتنان والاعتزاز لقامة وطنية مخلصة تتشرف بخدمة مجتمعها ولا ترجو من وراء ذلك الا وجه الله ورفعة وطنها وراحة وسعادة اهله والقت صاحبة السمو الضوء على شخص سمو الشيخة ثاجبة بن سلمان الخليفة لما تحمله من المبادئ والمثل ما يجعل الجميع يعتز بما تسعى له على الدوام تجاه كل كبير وصغير والتي تأتي في كثير من الاحيان على حساب صحتها وراحتها لكونها تنبع من روح مخلصة ومحبة وتنطلق من مبادئها الرفيعة في الالتزام واثار الغير وتقديم مصلحة الآخرين في كافة الأحوال واختتمت سموها الكلمة بمباركة هذا التكريم لسمو الشيخة ثاجبة معربة عن الاعتزاز بمسيرة عطائها ثرية التي تعد اليوم مصدر إلهام وتشجيع للأجيال القادمة دعية المولى عز وجل أن يمن عليها بموثور الصحة والعافية وعلى سعيها بدوام التوفيق والسداد من جانبها عربت سمو الشيخة ثاجبة بن سلمان بن حمد الخليفة عن عظيم شكرها وبالغ تقديرها لمقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقرينته صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله معتبرة سموها أن هذا التكريم يشكل دافع لمواصلة مسيرة درب العطاء في وطن الخير الذي اعتاد على تقدير أبنائه وبناته لتحقيق المزيد من المكتسبات لهذه المملكة الغالية واستذكرت سمو الشيخة ثاجبة بن الخير مسيرة العائلة الكريمة في العطاء ودعم مجالات العمل الخيري والتطوعي ما جعل من البلاد واحة للمحبة والطيبة والتعايش السلمي متمنية سموها دوام التوفيق لإنساء البحرين وبناته في رفض هذا الوطن بمزيد من الإنجازات عبر الاجتهاد والعمل الدؤوب كما شهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات والمداخلات من الحضور تضمنت الإشادة بالجهود المخلصة لسمو الشيخة ثاجبة بن سلمان الخليفة ودعمها اللامحدود للعمل الاجتماعي في مملكة البحرين